اشتركوا في القناة فريق الاسيك ميموزا فريق الافوري والذي سيستقبل في هذه الموجهة إذن لازلنا حتى الآن في انتظار دخول اللعبين لأرضية الميدان تأخر النسبي في دخول لعبي الفريقين لرقعة الميدان في سادس جولة إفريقية في دوري المجموعات الآن المنافسة الحقيقية بكل تأكيد والريتم سيكون أسرع بكل تأكيد انطلاقا من الدوري الربع للنهائي الراش انتصاران تعادلين وزيمة واحدة في المشواري الافريقي كانت أمام لايس في تاكليب في الجولة على الماضي مشاهدة كرام بنتيجة هدفين مقابل لشيفران في مباراة يمشي نياسي مع حدريف حدريف يعطي باس هو يا حافظي هو قول هو قول دقا دقا يمشي نياسي يلعب لحدريف يعمل باس لسيت ممتازة والتحضير في طبق مذاب للحافظي يقول يا جور هذه كورتنا هذا هدفنا في الدقائق الأولى النسر الرجوي يحلق مع البيضاء النسر الرجوي يحلق مع البيضاء معك يا جور هذه الصورة مرة أخرى هدف يا عبدالجي جبيرة أمامك المساحة بينيا في تيجا يا جور يا جور العرضية يا جور تدخل في نهاية المطاف والداتو رهيب 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 يا الباي معك الكورة ومعك مشروع الثاني الدور الراجة وبركان جنبا إلى جنب يا سيران نحو المباراة النهاية بينما الرحيم الرحيم مدعا جيتي اليوم العرضية والرأسية بعد ذلك حدير يا بطيب حدير يا بنون لسكرية بالكعب الحطة للحافيدي يونادي يا جور في العمق يا جور عندك يا جور حطها في الشبك يا جور يونا أضرب ماذا تنتظر يا جور غير معفوزكنا يلعبون في دلتنا أمام نادي يونياو هذا هو يا جور كنترول ممتاز وتسديد الدفاع تدخل أنا أتابع في هذه اللحظات هدف التقدم هناك في لابيجون تلعب الركنية غال 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 يوز الشباك الغانية لا أحد يجريك لا أحد يقوى عليك لا أحد يقف أمامك يا جور هو يا جور الذي تعرفونه يبنى سباة الزين والتباة معك يا جور تحلى الفرجة معك يا جور تحلى السارة معك يا جور الأخضر الأخضر قادم بقوة هذه العادة العرضية على المقاس حطانوا حطانوا بالملي حطانوا بالملي بوطيب قال لي يا الرجا منذ تأسيس هذا النادي هذا والحافظي يعطي باس الهربة الهربة يا جور أمشي يا جور سدد يا جور يعطي باس في نية المطاق العمرة التاول بينما تلقى من جيرونا رتبالك حدراف حدراف وينو شبيرة العرضية أوه يصي غريبة ميكان يصي الكرة وينطلاق السريعة من عمر بوطيب عمر بوطيب العرضية عمر بوطيب في انتظار العرضي من الحافظين طريق الفيتا كليب حتى الآن نتيجة تخول الرجاة الصدارة بينما انطلاق سامادامس حدريس نتيب تلعب أمامي هنا الانطلاق من يحيى محمد والحاكم والعساء كذلك يتقدم بأدفين وبتالي فالصدارة هي رجاوية بينما انطلاق لكن أعتقد وجود خطأ أعتقد فيها خطأ لكن عموما تأود رجاوية نياسي نياسي لسيك يسجل تانية دافو أمام الفيتا حتى تذكر انطلاق من الجيتي اليمنى لفيدة فريقي لدوانا ستارس حذري من التزديد حذري من التزديد واحدة خطيرة خطيرة دارش الثانية وانتظار كذلك المباراة لهم في أقدير وبرايات في الانتظار بالنسبة للراجا في انتظار الخصم في الدور الربعين إن شاء الله بينما كورا وحذري في تور في ملعب دونور ومعك نعم دونور يا دور باللون الأخضر ومعك يا زكريا يا دونور يا فيها واللمس الحذري فيها زار بها الشباك الغنية هذه اللمسة منك يا الحافيدي الله علي بالجعد 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 حذري بالجعد حذري معك يا الحافيدي واللمسة والاصيس موجود يا الحافيدي والمتابعة الحذرافية والكورة في الشبكة الغانية 3-0 للكتيبة العالمية الكورغسو تتفاعل بطريقة الخاصة هذه كورة أمامية والرحيمي متى يأتي دورك يا الرحيمي الغانيون يقولونك يا رحيمي الرحمة لكن هنا لم يرحمهم هنا السلام هنا الكنترول هنا التسديد بوم 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 في المرمى أربعة سبر أربعة سبر في هذه اللحظات أربعة سبر في هذه اللحظات نعم هذا هو الرحيمي إذن نتبع هذه الكورة وبالتالي أقوى خط وجومي في مصابقة هنا ضيعة الكورة تمشي جبيرة جبيرة ممكن جاء اليوم لايراوغ جبيرة والخامس ممكن يجب المنتخب في فترة من الفترات وهنا رسالة واضحة بينما كورة فرصة الخامس جول كبيرة ما مكان الخصم وستكون لنا الفرصة الحديث عن الحصص يلا يا جور يا جور معك معك يا جور معك يا جور اضرب يا جور يعدنا كورتو سيرفع الحافيدي في العمق بعد مرور خمسة ورمعين دقيقة فس على يونيون بواحد صفر في الوساطة لاستلام مشددا نلعب اللحظات الأخيرة والتسلم في اللقاء الماضية نعم من الفوز في الثانية لجول ركلات الجزة بينما تابع الركنية من زكريا حدريف على القايمة الثانية وضرب راسية هدف خامس هدف خامس ممكن يحضر سدادون ياسي فعلا في شخصي فتحي جماليانو ليس بمجرد مدرب المطلاقة وفرصة تتلقى هدف التعادل في هذه اللحظات بركان تتلقى هدف التعادل يرفع داخل منطقة جزان مساحة هنا موجود سوفيا الرحيم العرضية بعد قد يكون في اتجام مباراة النازل بركانية هنا الأطمئن حتى يفعلها الدرجة الثانية بعد ستتوالي المباريات بينما انطلاقة من الجيئة اليسرى العرضية سيف الدين وبنحلي خمس ست لعبين رجويين داخل المنطقة الورفلي كاد يفعلها تحيين تشعر بأنه فعلا يرقد من دون فايدة ولكن عموما هنا كورا 1-2 مع العالمي 1-2 مع العالمي فريق عرش الرياضي السند الورفلي هو من يستدد لكن معيدة بعيدة تماما يسند تلال يسرى اللي في ذات الادوان استعرز التسديد لكن معيدة تماما تشوف طريقة هنا في الخروج بالكورة لكن ضائع يحيى محمد يستدد ولكن على تكين الراشيد فتلالي في الخامس انتلاق من محمول من حليب يدخل محمول من حليب تسديده وفي الحليب يجيب الخامس خمسة وخميسة لك الرجا خمسة وخميسة بالحليب الخامس نعم الخامس نعم للرجا الرياضي الستة ممى الحسيمة وبعد أيام الخمسة يضرب بقوة ممى الادوان ستارس في لحظة اندحار في لحظة انكسار في لحظة انهيار بالحليب يستدد غلط من الحارس قبل ان تستقر الكورة في المرمى جملة تكتيكية وانتلاق سريع بالحليب يدخل بالحليب يستدد هنا الكورة تستقر في المرمى خمسة نعم التاريخ يقول ذلك التاريخ يقول ذلك الرجا الله 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 على اللمسة حتى جبيرة يمتعد تتمنى تشوف مثل هذه الفواصل المهرية تفاعلات وآهات وانفعالات في المدرجات هنا لحظة بلحظة ينتظرون هنا من الجيال من الشكير يرفع الشكير يا حذريف المصحات مع كي بن حليب واحدة اتنين زكريا بالكام وبعد ذلك التدخل مزيد من الاهداف مع كي بن حليب تصل الى الركنية العشرين دقيقة المتبقية وهناك ربما المزيد تلعب يلعب الكورة في الجيال اليمنى هنا متبع من صلاح الدين البي داخل منطقاتي الجزاء فرصة 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 وانفعال في الكلة الجزاء الحاكم يكتفي بالإعلان عن ركلة مرمى زكريا حذريف بنفس الهدى وذلك بين العصيك ميموزا لازير متقتر ميدان صلاح الدين بي بي في المنتظر تغيتيش تماما لسوفيان الرحيم العرضي بي عدف يا الرجا تتواصل مسيرة الهدف يا الرجا ستة أمام الحذي هذه لآد مرة أخرى كونترول جميل من رحيمي العين العين على بن حليب شوف اللي عادة جملة تكتكية من أرواح ما يكون والعرضية الرائعة منك يا رحيمي يعطي باس الهدف بالحليب السرعة والانطلاق لمس وحدة فرصة 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 تسديد لكن معيدة تماما